ها هم الشكل النهائي ها هم خرشهم الفرن ما شاء الله نوريكم مع انتوما ما شاء الله ونفتحها معكم بسم الله ربقين سخان بقين ما بربوش مزيان شوفوا ما شاء الله جوزو يمين لنبقى معكم شوفوا مهم والفشوة تعمروهم بايش ما بغيتو ها هم قطط فضاح شوفوا 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 باركلاه اذا النتيجة نهائة النتيجة زوينا ما شاء الله شوفوا شوفوا الفوقعات زوينة ولله الحمد إذن تقدروا تاكلوا بحال حقا أو تعمروا بهم الهامبرغر إذن وصفة زوينة ناجحة كانت مننا تجربوها إن شاء الله وديوا الكلوتين رهم مازال في الفران توم غنشاركوا معكم بإذن الله تقريبا تقريبا نفس الوصفة حينثو ما ما شاءها لابد لمعذن الحال للأسف أن الصورة ما تواضحة أول الله ولكن النتيجة أراها زوينة هذا هو الشكل النهائي ديالهم هذا هو وخاء ما شاء المنظر ديالهم زوينة ولكن تراوة ما شاء الله والبنة فيهم زوينة إذن ده بغنوريكم احتى اللي بالكلوتين ههو ما بقن شوية سخن ما زال غايز يزيد يرتبو يرتعبو شوفوا تبكت إذن نتيجة روعة روعة هنخلي لكم شحال من الحباجات والمكونات في صندوق الوصف إن شاء الله إذن كانت مننا تجربوهم بغتوا تعمروهم بالكفتة وذلك شيء الهامبرغر ممكن بغتوا تأكلهم هكك مع كاسكروت اللي بغيتوا بغتوا تديدوا عليهم حتى جل جلان وهذا يجوا قريشلات إذن نتيجة رائعة أنا غنفتح معكم هذي اللي ما شتش أنتوما تبارك الله كتش كتشوفوا إذن زوينين تبارك الله كانت مننا تجربوهم وينالوا إعجابكم تنتوما لولداتكم لكم كاسكروت إذن كانت هذي الوصفة بكل التفاصيل بخليفة إذن غادي نذر معكم المقادير حيث ما هضرش في الفيديو سمحوا يكين شيء صداع عرفتوا عندنا واحد شتا واحد شتا سمحوا لي المقدمة شوية طويلة ويكين غتصبروا واللي بغا يشوف النتيجة وهذا غيصبر المهم أنا خليت لكم المقادير ديال ديال مهم 250 جرام ديال شار ميكس بي ما بقاش بي مكتوبة فيها براد أو لبان درت شحال ديال كنضن 20 جرام ديال بودرة ديال الحليل المهم مقادير كلهم تقسمو مع الاربعة إذن كشي تعني قسمتهم كامي مع الاربعة باش مندير شيء بزيف السكر حتى هوية درت 12 جرام وخمسين الخميرة درت 7 جرام ونص و اسميته قلت لكم السكر 12 ونص الحليب الزبدة درت 23 جرام بحل حقك سافي وحليتها تخلط واحد شوية الماء خاص يكون بارد هذي بيضة صغيرة كنت هزاها باش نوريكم هما كيلو في جوج بيضات إذن لم يقسم الربعة إذن بيضة صغيرة سأريتهم لكم وشاركتهم معكم بيضة بلدي اللي كان شري هنا الماء 140 ملي لطن الماء سأريد تلج وحفظ الله لم احتدام كان صداع في الماكينة شحية الصوت الماكينة متهرش شاهدوا كمه تلج انتم ملا اضعوا المبارد بزاف او اضعوا حتى يبدو بشي شوية وفي الاخير 5 جرام الملحة مو معينكم ميزانكم مرشتون اشتش حال درت هي الاخير تخلي واجت شوية الماء نظن 20 ميلي لتر بحل حقك حيث تعرفوا حنا بدون غلوتين خلصوك شوية جاري على الغلوتين من بعد نشارك معكم مقادير سوف تخلي املكم في اخر الفيديو هذا نصف كيلو لدي نصف كيلو ديال الغلوتين سافي بقد تقوم بحقك شوية بالدي هي الجينة الغلوتين سوف ترى الطريقة في الاخر سوف تخبط فيها تعطيوها العصام جيد تحيد منها الغاز الماء بحقك باش ما تلصق شوية في الدي واخديت جبانية كبيرة سوف وذهنت بالزيت وغادي ندير في هات الخليط واحد شتام ما شاء الله سطول اكيد زلو يجعل غاية الناف يعني ان شاء الله توما كيف تلجو عندكم سافي درت هنية درت هذي شيط مسحت ها من الفوق اللي زيت قديت ها بيدي ونغطي ها ونجعلها حتى يضاعف الحجم ديالها بزاف نتك بخير سور نشح الوقت رامي ممكن شراء ما بين عشرين حتى ثلاثين دقيقة وعلى حسب الجو الكوزينة عندكم وسخونة ولله هنا كليكم درت نص كيلو ديال 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 هذا إذا نتك نصبق بدون غلوتين هو اللوول دائما حتى نتك بدون غلوتين هو اللوول وعادة ديال الغلوتين ومن اللي تسمسوها يلا كنتم مضطرين ديروهم مرة واحدة وتوصل لديكم من غلوتين دائما وكل حاجة تخدموها في بلاسة و بوحدها باش ما يكون شتالوث هادي شتوها طريقة لخصداد تبقوا تهزوها وتخبطوها مزيان تعطيوها لعصا ديال غلوتين نرىها سهلة بحل هكا ولكن الحمد لله تدير بدون غلوتين ما ما عدبتنيش كانت عجين زوين لينة صافيا نبقى نديرها بحلقة تهية وغادي ندهن واحد البواطة بالزيت وغادي نديرها فيها نفس طريقة ونخلي ثلاثين دقيقة باش يضاعف الحجم ديالها حتى هذي ركا تكون شوية جارية ماشي جارية بزاف ركا شو القوان ديالها هاك غطيت وخليت ها رجعت الديالي اللي بدون غلوتين هانتو متاني أنا غادي لغي بحل هكا تاني في السوب بيرا راشتو ردع في الحجم ديالها هذي المرة اللولة درتو يتزيت في ايدي غادي هنت ايدي وبقيت كندي لابح هاكا هذي العملية رها مزيانة اليوم فطرت بهم والله الليل ضقتهم بلد خان الى زوينين وصفة زوين اعتل الخبز لما تجدروا هذك السكار ولا وتستعملوهم او قريش لات كما قلت لكم صافي غطيت ها ثاني المرة الثانية وها هي تبار الله شوف وقت شو اللات ثانية غانا ندي لابح لك نحيض منها النفس او نجازي وها كما كي قلو او سا في بد مخ مريض ثانية سطح العمل سا في شوية دقيق راكم شفتو شحال ماشي بزاف مندخلوش فيها الدقيق هانتو معجين الناجح ما شاء الله سا في دب غا دير رول لها وغا نقسم ها على شحال بغيتو قريش كبار صغار كي بقى لكم توم الاختيار انا درت فيهم 35 جرام جوز وين ثانية ما حيض دقيق نبقى تعني بحال حقا سا في وغادي نقسم كويرات ومال احسن دائما استعملوا الميزان باش يجيكم مقاعدتين وتعارفو شحال غادي نقول لكم في الاخير شحال خرج المهم درس فيهم 35 جرام في الوحدة هادو بيدون غلوتين الغلوتين درس فيهم 45 جرام جو شوية كبار اذا الطريقة ها هي واضحة تقو تعبرو وتحطو وفي الاخر عادة نتكوروهم تكوريهم وتحطوهم في اللاطا انا ما عمرتمش معاكم دابا ان شاء الله ما اللي غادي نعمرهم غادي نشاركو معاكم واخر في البوست او شي فيديو قصير ان شاء الله وجاين مازال وصفات اخرى وغادي ان شاء الله مويم انا كتسدي مشغولة بزاف ما حمرتمش مزيان خفت نساهم قطلهم بحلقة ولا يصدقوا محروقين اذا نخصم شوية واحد نغيزة في الفران لكن مش مشكلة نتيجة انها زوينة جون فيش فيش ين ورطبين جون 14 35 ووحدة 32 قرام كمضون هادي ها هادي هي اللي فيها 32 قرام اذا نكمية لا بأسابيها برابعة ديال طقيق سوف اذا بغن دياليهم بحلقة نكورهم ندخل فيهم اذا العادي يالا نقدر نعاون بشوية ديال طقيق سوف نكمل هاتش كامل سوف هما هذو ونخلي واحد شوية يرتاح ما بين 20 حتى 30 دقيقة ورجع معكم سوف بعد ما خليتهم 20 دقيقة هنتم بخمر فيهم فوق عاد درس هنا بيضا شوية بيال خليب قطرة بيال الماء سوف وغادي ندهن هم شوية وغندخل لهم الفرن تقريبا على 180 درجة من 13 حتى 15 إلى 20 دقيقة ولكن تحضيوهم سوف ندردرهم بيش ما بغيتوا بيش تزوقوهم إما جلجلان أبيض أو حبوب شية أو سانوج بيش ما بغيتوا ها هم الشكل نهائي ها هم خرجهم الفرن ما شاء الله نوريكم مع التوم ما شاء الله ونفتحها معكم بسم الله ربقين سخان بقين مبربوش مزيان شوفوا ما شاء الله جوزو ينين ندرقها معكم شوفوا مهم والفشوة تعمروهم بيش ما بغيتوا بتت فضاح شوفوا شوفوا برقلة إذن نتيجة نهائية نتيجة زوينة ما شاء الله شوفوا شوفوا الفوق عاد شوفوا زوينة ولله الحمد إذن تقدروا تقلوا بحل هكا أو تعمرو بهم الهمبرغر إذن وصفة زوينة ناجحة كانت من نتجربوها إن شاء الله ودعوا الغلوتين راهم نازل في الفران توم غنشاركوا معكم بإذن الله تقريبا تقريبا نفس الوصفة هدو هم المقادير هنحور أكتبهم لكم تجيني هنا في الورقة أحسن خبز الهامبرغر كيلو جيل باقي 30 جرام خميرة الخبز خمسين جرام سكر 90 جرام زبدة جوج بيضات 400 مليلي لتر ديال المبارد أو متلج 90 ملي لتر ديال الحليب تاو بارد و20 جرام ديال الملحة الفرق الفرق الوحيد اللي درت ما هدو ديال جلوتين تقريبا نفس الوصفة بدون جلوتين درت الحليب بودرة هذا هو الفرق اللي كان أنا غنخلي صورة حلقة بيش كون واضحة معكم بيش تبقى لكم أحسن من صندوق الوصفة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة